موسيقى البراط الملكي في ما يتعلق بالمالك القوائل المدنيه هذي كنا في جميع الدول الملكيات نشوف انا احنا في فيدريت اليسر نحن نعلم ملكية برلمانية لن يجروني شي ناس الناس هكا كيف يجروني بحال مسألة دي للدين الملكية بحالة الدين فوق ما كتطرح اسئيلة كي الناس في هذه البلاد يقول لك لا هذا مقدس لا تدويش عليها ماذا تقول لك؟ كيف لا تدويش عليها؟ بالعكس انا ملكية برلمانية ولكن لن تكون ملكية برلمانية حقيقية خاصة النواب الأمة لا يكونوا منافقين يتكلمون بالصدق يفهمون لماذا يتكلمون ويبنيون موقفهم عن الحاجيات والأولويات البلاد لا يتكلمون بالنفاق سوف نرى المغرب لدينا تاريخ النفاق نأخذ لك هنا واحد النموذج الأغلبية كان وزير الداخلية واحد البصري في عد الحسن الثاني انا قلت او ان البصري ميت تعفا ماهو يقع؟ مثل الجزائر أعطي حوار في الجزائر ضد المغرب ماهو يساري في المغرب لا يدرب حالات شيء يساري في المغرب هذا هو التاريخ اليسار التاريخ الديمقراطيين الوطنيين في المغرب حتى يدخلوا للحبس ويبقوا وطنيين ولكن كان نقشوا بصدق ليس بالنفاق ليس بالنفاق ليس بالكواليس يقولوا هذي وهذي بعدما يأتي المواقف الرسمية يتخلوا ويخافوا وينافقوا لديهم مصالح يدفعوا على ذلك المصالح انا كنت أتكلم بصدق بكل مسؤولية اعرف ماذا نقول ماذا نطالبه بملكية برلمانية هذا حماية على الشعب المغربي على التطور البلاد كيف تصوروا التطور البلاد بحل جميع الدول بغناء ديمقراطية ولكن في مصلحة كذلك الملكية لا بغناء الملكية تكون بحل الملكية السويدية في انجلترا ويقعوا على النسبة الشعبية 90% ويقعوا على طريق الديمقراطية لذلك نبقى نتسنى منطق الانتقال انتقال الديمقراطي ويقعوا على الانتقال انتقال من الخمسين عام ونسمعوا انتقال بالنسبة للأجردية الملك هل مدكور في الميزانية؟ لا مدكور لا مدكور صراحة لا يوجد مشكلة 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 لكن انت كصحفي مكتوبة لا تبدل من 2017 لا تبدل انتقال هذه مهمة جدا انا كان امن نمط الحكم في المغرب يتغير الملكية البرلمانية كان امن ان الملكية البرلمانية هي التي تصالح على المغرب يمكن ان يدفعوا على دولة الخلافة ولكن يريد ان يكون جمهوري حقه يكون انا ملكية البرلمانية ومبني على تجربة التي كانت في التاريخ انا افضل نموذج الذي نرى في العالم حاليا هو الدول السكندينفية لحتى هم الملكة يكون عالي ورئيس الدولة لا يوجد مشكلة